اشتهاد القاضائي للمحكمة غتبق قانون. المختبر علمية الشرطة القاضائية غايستدعي ليلى غايست غتتحضر معها الطفلة نور وغايستدعي الطاهري ما غايستدعيش فاطمة الزرال ابراهيمي فاطمة الزرال ابراهيمي هنا ما عندها تعلاقة بها الميلف. هي عندها علاقة ميلف زجري. وحتف ميلف زجري ما عندها تعلاقة به. ميمكنش هي كتطالب واحد تعويض على واحد الجاري مرتكبها الزوج ديالها. ميمكنش. لا يمكنه ان تطلب التعويض. تيت نازلتي اصلا وكتطلب التعويض. وراه ليكوش. لان في المستراجيني المدس باقس تطلب التعويض على ضرر شخصي. انتي الضرر الشخصي لحقك من زوج ديالك مش يمدك سيدا. واصلا كيما قلت لكم. وهذا موضوع انتقلوا له من بعد. دير اثار الحكم الاجتماعي. الى دعوة الزجرية. فيما يتعلق نبقاه اذا رفضت او اي شخص. اذا رفض اي شخص اجراء الخبرة الجينية. باش ناكد لكم. الاتفاقيات الدولية تحضروا وتمنعوا اجراء واحد الخبرة اه جبرية. مكش نزو السيد بالقوة بالجبرو بالعنف ونقول له ندير واحد الخبرة. والقانون هنا ننضم المسائل. يعتبروا. الشياد القضائي المحكمة النقد باعتبارها اهلا محكمة في البلاد. وكتصار على توحيد الشياد القضائي. يعتبروا رفضوا الشخص اجراء خبرة جينية بمثابة اقرار قضائي على نسب 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 طفل اليه. ونقول لكم من الان. رأي ابراهيمي قالترا ما غير يحضرش. ونقول لكم من الان انا شخصيا اعتقد جازما انه لن يحضر. ونقول لكم لن يحضر اجراء الخبرة الجينية لانه يعتقد اعتقادا صميميا. مش فقط بالشبه. هو عارف لان الان البيت بنته. هو فقط ارضاء. انا نقول لكم والله ما كان المشكلة عن الطهاري. رأي المشكلة في الطهاري نقولها لكم. رأي الطهاري مساعد من غدا يدير عقل الزواج ويدير الناس بالبيت. رأي المشكلة في ابراهيمي. رأي يلي وليس كتتكلم. ملقاش كتكلم الطهاري. كان واحد صراحة موتيرة لليلة. قالت بها مش خلال محكمة العسبة. يعني كان سيد طهاري. يعني كنت يشوف فيها وكان كنت يغمزها. يعني في داخل المحكمة. ربما امور اللي كتكون يعني متيرة لجدل وصل المحكمة اللي كنت كان بعض الامور. لا استبعيد ذلك. لا استبعيد ذلك. لانه ما كانش قاس بلصة وحدة. كان يتحرك في جميع جميع جنبات المحكمة. لا استبعيد ذلك. المشكلة نقول لكم. والله العظيم. إلا كنت من الناس ليتمنى ولا يعني دلمين فتح الخارج القضاء. والسيد ناقيب هيئة المحامي البيضاء. ساهم في ايجاد الحلول. للأسف كان دائما الإبراهيمي تقف حجر عطرة. وركشته كتسب الموكيلة. سباة الموكيلة. سباة القوضات. وهات السيدة ما شهد في العون جديد ولا شنو. سباة القوضات. سباة المحامين. سباة الوصد زهراش. أنا سباةني. من تكونوا هات السيدة. احنا رأي انا اخلاق تنحفظوا عليها. ولا ما تتغلبيناش بتاك شي ديالك. احنا ولاد الناس محامين ومربيين في العائلة ديالنا. ما كاش نخرجو. نقولوا عليك الشي كلام اللي كتقول يعني الموكيلة ديالنا. وحنا ما عان قولولكش. لا الصيدالي. كتقول انتي هات السيدة. هات السيدة ديالناس بديها الواحد الصيدالي. وما عان قولولكش بلومبي. ولانها بلومبي. احنا ما بوش ندخلو في هات المسائل هاتي. خليونا اللي رضي عليكم نحلو الميلف. بطريقة اللي يرتاضي هالقضاء. وبالطريقة القانونية. هو اكل واحد كيفاش كي يدكر. للأسف. نتمنين لان ترفعو الناس ما غش ترفعو. يعني انتي ناقشي دافعي للموقيف ديالك بالاخلاق. وبالمسائل دون ان تسوبي. وتصور ده بغدال محكمة تدير توبوت الناس. وانتي كتقولي للك البنت هاوة هاية نور الطهاري. وانتي كتقولي اللي هارا الام معها هارا كيفاش تكون نفسيتكم اما هاد الواقع. كاينو تسكتو تقولوا الرأي ديركم خليو القضاء يقرر. ونحتكمو جميع القضاء. حنا رعطيناهم درسوا محكمة. محكمة الجنحية زامين العزيز رفضت جميع الملتمسات والدفع الشكلية والطلبات الاولية. وخرجنا للمحكمة ما اتفقناش مع الحكم وانا كلام احترمنا القضاء ومشيم اخلاقنا ولا تاريخنا في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية اننا نتظرناه مثل هاد النهج. الارعن. احنا هادا حكم تمهي دي. لازلنا في البداية. هادي بداية الانفراج دي هادا القضية. والفيصل بيد المختبر علم الشرطة القضائية. ونقول لك هاد المختبر يضم علماء في الخبرة الجينية. علماء. ونستطر عليا. عندهم خبرة وباع طاول انجازوا مئة عشرات الخبرات. في متل هاد الملفاز. وكانت دائما خبرات نوعية. احنا نتمنوا صادقين. الناس الطهاري وخاقتكم را ما غيمشيش. انتمناه صادقين على انه يمشي دي الخبرة. حتى يكون الحكم بنيا على اليقين. وراه لما مشاشرها الاقرار ديالو بمثابة يقين. بالاضافة الى الشابه الكبير. رابيك تشوف البيت نور راها صورة طبق الاصل من والدها السيد طهاري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابناه في العشين يوتيوب. وبرتجوا الفيديو ديرو جام. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.